والصلاة والسلام على رسوله الكريم يتجدد بنا اللقاء في إطار المراجعة لشهادة البكالوريا وتحديدا في مادة الجغرافيا ودائما حول الوضعية التعلمية المتعلقة بمصادر القوى الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي أعزائي الطلبة كنا قد تناولنا في اللقاء السابق مصادر القوى الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية وأدركنا أن سر تقدم هذا البلد يكمن في الاستغلال الجيد لإمكانياته الطبيعية والبشرية الهائلة تعالوا معا في لقاء اليوم نتعرف من خلاله أين تظهر هذه القوى الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية عزيزي الطالب لا يختلف إثنان على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر قوى اقتصادية عالمية ويظهر هذا من خلال مدنها شوارعها وسائل نقلها قوة عملتها وحجم ميزانيتها وكعينة صغيرة هذه بعض مظاهرها التي توضحها الكلمات التالية وفرة قوة ضخامة انتشار تحكم فأين يظهر مدلول هذه الكلمات إن مظاهر القوة كما أشرنا وهي الخصائص التي تظهر كثيرة لكن نحاول أخذ البعض منها فقط نبدأ بالمظهر الأول وهو ضخامة شركاتها العالمية فقد احتلت خمس شركات أمريكية المراتب العشر الأولى في رقم أعمالها كما هو موضح في الجدول احتلال شركة اكسون موبيل المرتبة الثالثة عالميا في رقم أعمالها وساهم نشاط هذه الشركات في ارتفاع حجم استثماراتها الخارجية فقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة المستثمرين في القارات الخمس ثانيا هو كثرة استهلاك المواد الأولية وهذا ما نلاحظه من خلال الجدول الآتي فقد استهلكت الولايات المتحدة الأمريكية خمس الاستهلاك العالمي المرتبة الأولى في استهلاك البترول والغاز والطاقة النووية المرتبة الثانية في استهلاك الفحم والطاقة الكهرومائية وهذا ما نراه في قوة صناعتها ووفرة الآلات ووسائل النقل ثالث هذه المظاهر هو ضخامة وتنوع الانتاج الزراعي والصناعي واحتلال الولايات المتحدة الأمريكية المراتب الأولى في العديد من المنتوجات الزراعية والصناعية وبالرجوع إلى لغة الأرقام وكما هو موضح في الجدول المرتبة الأولى في الذرة المرتبة الثانية في البنجر السكري والطماطم والثالثة في الكوروم والقطن والثانية عالميا في إنتاج السيارات لعلامة جيمسي رابع مظاهر القوة يتمثل في تنوع واتساع شبكة النقل والمواصلات ففي النقل البحري بلغ عدد السفن في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 12700 سفينة حسب إحصائيات 2010 وهذا الأسطول البحري متنوع بين حاملات نفط وناقلات بضائع ومسافرين كما تنتلك الولايات المتحدة الأمريكية أسطول جوي يقدر عدد الطائرات فيه بأكثر من 228 ألف سفينة وأكثر من 14500 مطار أما في النقل البري فقد بلغ عدد الطرق البرية أكثر من 7 ملايين وخمسمائة ألف كيلومتر المرتبة الأولى عالميا طول شبكة المترو يقدر بألف وثلثمائة وسبعة عشر المرتبة الأولى عالميا أما بالنسبة للسكة الحديدية فهي تشكل ثلث الخطوط العالمية الأولى عالميا خمس هذه المظاهر هو تحكمها في التكنولوجيات الحديثة ويظهر هذا في ارتباط القطاعات الاقتصادية الأمريكية بالبحث العلمي في إطار التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية مشكلة مخابر للتكفل بالتكوين التطبيق للطلبة مقابل احتكار براءة اختراعهم ودليل التحكم هو احتلال عشر جامعات أمريكية المراتب العشرة الأولى عالميا من حيث التطور العلمي كما هو موضح في الجدوى الذي يظهر أمامنا بالإضافة إلى هذا نجد مظاهر أخرى متمثلة فيه وفرت رؤوس الأموال ويظهر هذا من خلال قوة عملتها المتمثلة في الدولار واحتوائها على أكبر البورصات العالمية الممثلة في بورصة وولد ستريت بنيويورك وضخامة حجم دخلها المحل الخام المقدر بأكثر من 14 ألف مليار دولار وأيضا سيطرتها على المبادلات التجارية بنسبة مساهمة تراوحت ما بين 10 إلى 12 بالمئة ويظهر هذا في غزو منتجاتها للأسواق العالمية عزيزي الطالب هذه هي أهم ظاهر القوة الاقتصادية للبلايات المتحدة الأمريكية ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو أثر القوة الاقتصادية للبلايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد العالمي؟ ببساطة واختصار يمكن حصر أثر القوة الاقتصادية للبلايات المتحدة الأمريكية في النقاط التالية نبدأ أولا بالسيطرة على المؤسسات المالية من خلال حق الفيتو كصندوق النقد الدولي كما أن مقر هذه المؤسسات بالبلايات المتحدة الأمريكية وتحديدا بواشنطن ثانيا الهيمنة على الأسواق التجارية الدولية القمح ونسبته 82% برامج الحاسوب وبلغت نسبة 70% ثالثا تحكمها في أهم المشاريع التنمية في دول العالم الثالث وهذا راجع إلى قوة استثماراتها الخارجية كما ذكرنا سابقا رابعا هو سيطرتها على الشركات التي هي جزء من الشركات المتعددة الجنسيات على اقتصاديات بعض الدول بخامة الموارد الأمريكية الذي سمح لها بالتأثير على بعض الأسواق مثل استخدامها القمح كوسيلة للضغط على الشعوب الضعيفة السلاح الأخضر على سبيل المثال إيران حاليا والاتحاد الصوفيتي أثناء الحرب الباردة تأثير أزماتها الاقتصادية على العالم أزمة 2008 وسابقا أزمة 1929 وهذا راجع أن اقتصاديات العالم مرتبطة كلها بالاقتصاد الأمريكي سلبا وإيجابا بمعنى إذا ارتفع الاقتصاد الأمريكي وحقق نجاحا فهذا سيعود على العالم بأسره أما إذا ضعف الاقتصاد الأمريكي وحقق عجزا فهذا سوف ينعكس سلبا على العالم إضافة إلى هذا تأثير وارتفاع عملتها على تسعير المواد الأولية والمواد الزراعية تفوق الدولار الأمريكي إذ يمثل 80% من المبادلات التجارية باعتباره العملة المرجعية لتحديد الأسعار وصرف العمولات عزيزي الطالب هذه هي أهم ظاهر القوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي لكن بالرغم من هذه مظاهر القوة إلا أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من مشاكل سأتركه لكم بمثابة سؤال سجلوا معي ما هي مشاكل الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية نتمنى أعزائي الطلبة أن تكونوا قد استفدتم من لقاء اليوم على أمل أن نلتقي في لقاء آخر مع قطب آخر نتعرف من خلاله على سر تقدم هذا القطب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة